اشتركوا في القناة 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 لأن سيأتي معالج سناب دراغون 720 الرام 6 و 8 و 128 و 256 سناب دراغون 720 لا يستخدم سامسونج بالاي واحد الخمسين اي واحد الخمسين كان الأكسينوس وأكثرها لا تحب الأكسينوس أو تقول حرارة بمشاكل باستخدام حتى بالألعاب هذا الجهاز سيأتي معالج سناب دراغون أكيد سينطيك أداء أفضل بالنسبة للألعاب بالنسبة للفور جي أما بالنسبة للفايف جي لأنه انطلق بنسختين هذا الجهاز الفايف جي راح يجيك معالج سناب دراغون 750 والله حقيقة يستاهل السبعمائة وخمسين يستاهل واحد ينتظره يستاهل واحد مثلا ياخذ الجهاز يجربه ليش؟ لأنه السبعمائة وخمسين راح يطيك أداء أفضل بالنسبة للمعالج سناب دراغون بالنسبة للرام راح يكون نفسه 8 مع الـ 256 يتوقع بس الفايف جي و 8 مع الـ 128 الشي المنفت للأنظار جهاز راح يجينا العراق بشكل رسمي بـ 300 دولار يعني للـ 4G وأنا شوف هذا السعر جدا مرتفع جدا بشكل مطبيعي شوف لي شين الاختيارات اللي عندي هسبة 300 دولار أقدر أخذه من سامسونج عندك الـ M31 الـ M51 أفضل من هذا الجهاز أفضل بالمعالج وأفضل بالبطارية عدا اللهم الـ 90 هرتز ويشيل مقاومة الماء والغبار فقط والباقي جهاز أفضل M51 أفضل من هذا الجهاز و سعره مـ 295 دولار روح أخذ الـ M51 أفضل لك إذا للـ 4G أما بالنسبة لـ 5G لا المعالج راح يكون أفضل وبالنسبة لـ 120 هرتز راح تكون على الـ 4G راح يكون أفضل طبعا السماعة الجهاز راح يحصل على سماعة 2 ستيريو بالنسبة للجهاز راح ينطيق صوت ناقي واضح جدا قوي السعر أنا شوفها جدا مرتفع ممكن ينقص لـ 10-15-25 دولار يعني ممكن يبيعونه 275 دولار روية هدية لكن بالنتجة سعره مرتفع الـ 4G سعره مرتفع ما نسحك أي شخص ما أنصحي أنه ينتظر هذا الجهاز لأنه ما يستحق سعره حقيقة ما يستحق سعره بالنسبة للـ A72 يمكننا هذا الفيديو راح يطول الـ A72 بسينا جاهزين الـ A72 يجينا بتقريب المواصفات قريب المواصفات الـ A52 تقدر تقول أنه الـ A72 هو نسخة محسنة من الـ A52 يعني تقدر تقول A52 هو نفس الـ A72 هذا الجهاز يجينا بمعالقة بشاشة مقاس 6.27 Full HD بلاس من نوع سوبر أموليد والشاشة تحمل عدل تحديث الـ 90 هرتز والـ 120 هرتز فنسخنا أكثر هذي راح تجينا 90 هرتز طبعا الشاشة راح تكون كاملة ثقب والكاميرا الأمامية راح تكون بالشاشة نفس موضعية الـ A52 بالنسبة للشكل الكامل كظهر ما راح تفرق ما بين الـ A52 والـ A72 إطلاقا بالخلفية نفس الشكل الكاميرات ونفس الشكل العدسات بعدسة أساسية 64 ميجا بيكسر هنا راح يجي تغيير الـ 64 ميجا بيكسر راح يكون بها مثبت بصري وهذا الشيء الممتاز الـ OIS هذا المثبت راح يفيدك بالتصوير الفيديو أكيد وحتى بالتصوير الثبات يعني يفيدك بهواء أشياء كذلك العدسة الثانية راح تكون 12 ميجا بيكسر راح تكون الترا وايد بفتحة عدسة 2.2 الثمانية ميجا بيكسر اللي إضافتها شركة سامسونج على الـ A72 اللي راح ينطيك 3X Optical Zoom يعني راح ينطيك تقريب بصري 3X وتقريب رقمي 30X هذا الشيء أنا أشوفه واحدة من الأشياء الجيدة لكن أكو أشياء نقصت بها سامسونج يعني الـ A72 إذا أنت يهمك جدا يهمك التصوير والزوم هذا يحمل الزوم بالنسبة لـ A72 خاصة 4G 4G و 5G هو نفس الشيء لكن 5G ما نزيت عندنا أكثر المعلومات أما بالنسبة للعدسة الأخيرة راح تكون 5 ميجا بيكسر اللي راح يكون مايكرو بفتحة عدسة 2.4 هذا الجهاز نفس الشيء راح يجينا من قاومة الماء والغبار IP67 ونظام الأندرويد داعش واجهة سامسونج الـ One UI 3.1 ويحمل سماعتين استيريو يعني هذا الجهاز حسنت لك الكاميرا وحسنت لك السماعات وكذلك مقاومة الماء والغبار وكذلك خذت لك بطارية 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع أفضل من الـ 4500 اللي موجودة على الـ A71 لكن هذا المعالج معالجة 720G هذا بالنسبة للـ 4G 5G ما تحدثت عنه الرام 8 جيقة مع الـ 128 والـ 256 مع الـ 8 جيقة سؤال يعني أنا عندي A71 و أريد أشتري A72 70 730 معالج سناب ذراكم يعني هالمعقولة أبيع الـ A71 وأشتري 72 معالج 720 شو توقع؟ يا صديقي يا عزيزي فكر زيان إذا أنت ببالك تشري 72 4G ما نصحك به نهائيا ولا تدنى له ولا تفكر به يعني 3X صحيح صحيح عندك 3X 30 زوم صحيح عندك مقاومة الماء والغبار أو صحيح عندك مثلا 90 هات تزلني مهمات أفضل لك من المعالج أي بيستاهل لا والله إذا مو مهمات لا يقبالك ومو صحيح أبقى علي 71 هواي أفضل لك بالنسبة للـ السعر اللي شفته مطروح بالعراق راح يجينا بشكل رسمي يمكن بعد أيام أو أقل من شهر يمكن توفر هذا بكل المحلات وراح ينباعه بشكل رسمي هذا الجهاز راح يجينا بسعر 400 دولار ما أعرف عنه سامسونج جايس سوي إذا جان هذا الجهاز سعره 400 دولار أطلاقا ما يستاهل سعره أبدا 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 ما يستاهل سعره هذا الجهاز عندك الم62 والله أفضل من عنده وعندك الم51 أفضل من عنده أي 71 الـ 4G نحتاجه على الـ 4G هم أحسن ما عندك عندك الرلمي السفنو برو 250 دولار رسالي فأكيد اللي يبقى الخيار إلك و الشراء إلك إنت رح تدفع فلوس إنت رح تشتري الجهاز أنا أشوف شي غريب من سامسونج أنه تخلي مشابه مواصفات A72 و A52 والـ 5G أو الأسعار الموجودة على هالأجهزة اللي رسمية هول هي تي أنا شوف غالية ممكن تجيك أرخص ناسعه يعني أنت عندك متغيرات إذا يفيداً أخذ ما يفيداً بعد الخيار إلك نهاية الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسى العجاب واشتراك في القناة وياكم مرتضى الجليحاوي وفي أمان الله